السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يبقى الله مسهلاً وحيكم الله فيديو جديد معينا عبدالغفيص. والآن سنتحدث عن أجهزة الراوتر ومقويات الشبكة من هواوي بشكل مفصل أو موسع قليلاً من ناحية كيف تختار الجهاز المناسب لك أو كذلك بعض التوضيحات والفروقات بين الأصدارات المختلفة التي ترونها اليوم. طبعاً اتكلمت في فيديو سابق عن استعراض سريع على أجهزة الميشي 3 وكذلك الـ AX2. وكان أحد التعليقات اللي وصلني انه كيف اختار المناسب لي من بينهم خاصة ان فرق السعر كبير فمتا اخذ الميش ومتا اخذ الراوتر العادي او مقوي مثلاً شبكة فكلها بنتعرف عليها في هذا الفيديو وبسم الله نبدأ. بدايةً بتكلم عن أجهزة الميش وأمور لازم تعرفها عن هذه الأجهزة ومتا تختارها. أجهزة الميش فكرتها بكل اختصار وبساطة انها تكون أكثر من قطعة تربطهم مع بعض ويكونون لك شبكة انترنت وحدة لكنها على نطاق واسع ويغطي المكان اللي انت فيه سواء بيت او مكتب او حتى في مكان عام وتحتاج تغطيها بهذا الشكل. فعندنا جهاز أساسي نربطه في المدم مثلاً الألياف او اي كان المدم عندك والقطاع الثانية سواء قطعة واحدة او قطعتين او اكثر فتوزعهم على البيت او مكانك ويرتبطون بالقطعة الاساسية او الرئيسية. يوزعون لك الانترنت بانتشار كبير وتنتقل بالمكان تحت شبكة واحدة ما يحتاج مثلاً لما تروح من مكان المكان انك تربط على شبكة ثانية هي شبكة واحدة لكن فيه اكثر من جهاز اللي قاعد يبث فيها. طبعاً هنا عندك خيار أجهزة الميش 3 من هواوي من أفضل خيارات الميش حالياً لعدة أسباب انها تأتي مع دعم الواي فاي السيكس بلس وتقدر تربط أكثر من 250 جهاز بنفس الوقت مع الحصول على سرعة توصل 3000 ميجابيت بالثانية كذلك التغطية توصل حتى 600 متر مربع فنتكلم عن تغطية كبيرة جداً تغطي لك مثلاً بيتك كل الأدوار والملاحق الموجودة إذا وزعتها بشكل صحيح. لكن نرجع نأكد على فكرة انه كل ما قربت الأجهزة من بعض بتحصل على سرعة أكبر كذلك من تجربتي الشخصية فتواجد العوازل أو الجدران بشكل كبير بتضعف الإشارة لذلك لازم تحطها النقطة بالبالك والأجهزة طبعاً مزودة بنظام ذكي اللي هو الهارموني اوس وهذا بيساعد بدمج الترددات كذلك فحص الشبكة للبحث عن المشاكل الموجودة عندك أو خيارات الربط والاتصال والأهم كذلك طبعاً مزايا الأمان والخصوصية مع الهوم سيكوريتي حماية الشبكة فكلها بتقدر انك تعدل عليها من خلال التطبيق ودعم نظام الهارموني اوس أيضاً أعجبتني ميزة الاتصال السريع لو كان معك هاتف اندرويد يدعم الانف سي فبمجرد ملامسة الأجهزة بتتصل مباشرة بالراوتر بدون إدخال الباسورد طيب لو انت في مكان أصغر شقة مثلاً من ثلاث غرف أو مكتب صغير وتبي تغطية انترنت لهذا المكان اللي انت فيه فعندك خيار الواي فاي الـ AX2 جهاز صغير بسعر منخفض ويدعم سرعة توصل إلى 1500 ميجابيت بالثانية مع إمكانية برضو دعم الواي فاي سيكس وكذلك اللي هو تردد الخمسة هيجا هيرتز والجميل بهذا الجهاز يعمل بنظام هارموني او اس أيضاً ويدعم مزايا الأمان والإعداد السريع وكذلك لو جبت أكثر من جهاز منه تقدر انك تربطهم في شبكة واحدة يكون بنفس فكرة المش لكن على مساحة محدودة ويدعم التبديل التلقائي بين تردد الـ 2.4 وكذلك الـ 5 جيجا هيرتز لكن طيب لو انت شخص مثلاً ما وصل عندك الألياف الفايبر مثلاً أو الانترنت الأرضي أو ما تقدر انك تسوي مثلاً أسلاك بالمكان اللي انت فيه فعندك حلول مثل جهاز الهواوي الفور جي الراوتر 3 برو واللي هنا فكرته انك بتعتمد على الشريحة هالاستقبال الانترنت وبعد كذا بث الواي فاي الاجهزتك من خلال هذا الراوتر طبعاً الراوتر هذا بيكون مناسب أيضاً لو انت شخص تبيت سافر مثلاً وتحتاج راوتر كبير يكون مساعد لك في تنقلاتك أو في الرحلات والطلعات العائلية مثلاً بترحون مكان مخيم أو استراحة فيها عدد كبير من الأشخاص وتحتاج الانترنت فهذا بيكون خيار مناسب طبعاً هو يدعم شبكات الفور جي مع سرعة 300 ميجا بيت بالثانية ويدعم كذلك تردد الـ 2.4 و الـ 5 جيجا هيرتز وتقدر تدمجهم في شبكة واي فاي واحدة كذلك لو تلاحظ انه في عندك اربع منافذ ايترنت فتقدر من خلالها تشبك اجهزتك مباشرة على الراوتر لو حبيت توصلها مباشرة مثلاً البلاي ستيشن أو لابتوب بدون انك ما تتصل بالواي فاي وتحصل على سرعة واستقرار أفضل طيب آخر الحلول عندنا اللي هي اجهزة الراوتر الصغيرة المحمولة مثل الهواوي الموبايل واي فاي هذا الراوتر الصغير واللي يدعم شبكات الفور جي وسرعة حتى 150 ميجا بيت بالثانية مع بطارية 1500 ميلي امبير هذا ميز تولي هو صغر الحجم فمثل ما تشوف كيف شايلة بيدي وكذلك خفيف الوزن وغالباً بتتجه لهذا النوع من الحلول لو كنت تبي راوتر يكون معك اثناء التنقل بالسفر او اثناء مثلاً تنقلاتك وتبث الانترنت الاكثر من جهاز عندك بنفس الوقت والبطارية بتصمد حتى ست ساعات استخدام طبعاً المميز هنا انك تقدر تربط هذا الراوتر الصغير بالراوتر الكبير عندك مثلاً بالبيت وتخليه يوزع الشبكة او يوسعها بالاصح لأي مكان بالبيت فتقدر تستفيد منها بتوسيع الشبكة طبعاً لو احتاجت مزايا افضل خاصة الحجم البطارية فعندك من نفس النوع هو راوتر هواوي الموبايل واي فاي ال E5785 والذي يعطيك شاشة عارض وكذلك البطارية 12 ساعة وبحضلك اكيد التفاصيل الخاصة فيه بوصف الفيديو طبعاً جميع اجهزة الراوتر من هواوي يميزها الاعداد السهل والسريع وكلها تدعم تطبيق المعيشة الذكية ال AI Life والتي من خلالها تستطيع ان تتحكم بالراوتر بشكل كامل تسوي الاعداد اسم الشبكة وخيارات اللي هو دمج التردد ايضاً التحكم الابوي والواي فاي للظيف او منع له شخص محدد من الاتصال وتحديد اوقات محددة ايضاً اللي هو تشخيص المشاكل وغيرها من الامور يعني في مجموعة من المزايا الموجودة بهذا التطبيق والتي تحتاجها للتحكم وبأجهزة الراوتر كالعادة بتحصل كل الروابط اللي تحتاجها في وصف الفيديو ايضاً روابط الشراء ومعلومات السعر لكل جهاز ذكرنا وبانتظر رأيكم بالتعليقات ولا تنسى الاشتراك واللايك واشوفكم فيديو جاي والسلام عليكم